يسعد لي كل اوقاتكن و ايامكن يا رب ما احوجنا بالصيفية للأكلات السهلة والبسيطة والسريعة و بس نقول صيفية يعني اكيد سلاة دفروي نحن نعمل سوى السلاة تفويكية غير شكل نحن نحط عليها سوس و نعطره بالموارد داروا الفيديو للاخير لتشوفوا كل التفاصيل اول خطوة رح بتكون تقشير وتقطيع الفويكية اللي رح نستعملون بهيد السلاة رح نقشير الكيوي و نقطعهم لمكعبات حجمون وسط وبالنسبة للحجم بيختلف كمانا بين الاشكال الفويكية اللي عم نستعملون بما اني عم بستعمل بارز و عم بستعمل كمانا العنب يعني حجمون تقريبا وسط كل مال هيك رح بقطع كل الفويكية اللي عندي بحجم وسط رح بقشير الكيوي و من بعدها قطعهم بالنص لأحصل على مكعبات حجمون وسط طبعا كمية الفويكية بتختلف من شخص لشخص يعني من الكيوي اذا انتم ما كتير بتحبوه فيكو تشلوه فيكو تقللو الكمية فيكو تزيدو الكمية عادة انسلطة الفويكية بتختلف بين شخص والتاني هي فكرة لتناغم بين الانواع الفويكية اللي عم نستعملها اكتر منا وصفة لانه بين كل شخص و شخص بتختلف لانواع الفويكية اللي بيستعملوا الانواع اللي موجودة عنا بالبيت لكن الكمبيناشن بالفويكي اللي عم بيستعملون اليوم هني من الفويكي الصيفيين منعشي و الكتير طيبة واختلاطهم مع بعض كمانا بيعتوا طعمة و ولا اطيب رح بقشر الموز كمان رح استعملت تقريبا من كل انواع الفويكي حبتان او ثلاثة سو كمانا رح قشر الموز وقطعون كمانا لدوير حجمون وسط وفيكن كمانا الموز تقطعون لمربعات اذا انتو بدكن ورح اعطيكم نصيحة لما منكون باي سلاد عم نستعمل الموز او التفاح نعصر عليهم عصرة حامود في هادي الطريقة منضمن انو لونهم ما رح يغير لكن انا ما رح استعمل هادي الطريقة لان رح اغمر السلاد تعيتنا بعصير البردان من بعدها رح قطع كمانا الدراء قطعهم بالطول ومن بعدها قطعهم بالعرض لأحصل على مكعبات كمانا حجم وسط تتضل لكل احجام الفوكي عندي تقريبا متناسقة مع بعضا واذا اي نوع من انواع الفوكي انتو بتحبوه اكتر طبعا فيكون تزيدو الكمينة لكن دايما يفضل بسلطات الفوكي انو تكون عنا عدة انواع تكون نحس بالطعمة تعيطون ومنحس انو دايما الطعمة واحدة وبالنسبة لانواع الفوكي اللي عم بستعملهم بهايدي السلاد اي نوع انتو حابين تشلوه او بتحبو تضيفو مكانو انواع تاني اكيد بيزبط سلطة الفوكي هي عالم بحد زيتا لانو كل مرة منعملها بطريقة تاني طبعا دايما بالمتوفر عنا بالبيت وبالفوكي الموسمي بتتغير من وقت لتاني وهي طيبة وصيفية ومنعشة كتير راح قطع الخوخ كمان بنفس الطريقة نقطعهم بالطول ومن بعدها منقطعهم بالعرض لنحصل على مكعبات حجم وسط بالنسبة لتقطيع الفوكي كمان اذا ما بتكون تقطعهم لمكعبات فيكن تقطعهم لسلايس زرفاع يعني لشرايح يكون حجمهم رفيع ومن بعد ما قطعنا كل الفوكي يلي لازم تقطع صار وقت انه نزيد الفوكي يلي ما بده تقطيع راح زيد العنب ومن بعدها راح زيد عليهم البلوباري كمان الفريزي اللي مقطع لشرايح يكونوا رفيع راح بزيد كمان التوت الأحمر والتوت الأسود يلي كتير بيعطي طعم طيبة راح بزيد هيدنا النوع من التوت كمان اذا متوفر عندكم بيعطي طعم تحمودها كتير طيبة وبالنسبة للسوس لهيد السلاة هي عبارة عن عصير من البردقان فينا يكون عصير فريش او طبعا العصير المعلب راح نزيد عليهم ثلاث لاربع معالي كبار من الموارد ونحرقون منيح ونزيد هيد السوس على السلاة واهم شي انه هيد السوس بدنايها تغمر الفوكي يلي عنا وهيك وصفتنا صارت جاهزة بتمنى هالفيديو يكون عجبكن وانا اكيدة انه كلكن بتعملوا صلتة الفوكي لكن يلي مش مجربة بهيد الطريقة صراحة وبنصحكم تجربوه بهيد الطريقة لانه وصفة كتير طيبة وكتير منعشة ومناسبة جدا لأجواء الصيف والحارية اللي نحنا فيه الفصحة وهنا على قلبكن جميعا بشوفكم بفيديوهات جديدة اشتركوا في القناة